اشتركوا في القناة مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة وباسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغن محياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة حياكم الله مبارك الله بالحلقة الماضية شرعنا بالحديث في بداية سورة الأحقاف أو المقدمة وبين يدي سورة الأحقاف وأعتقد بقي لنا ربما جزئيات بسيطة ثم نشرع في الحديث في تفصيل آياتها بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا تحدثنا عن موضوعها العام وأذكر به وهو قلنا المحور العام للصورة القرآن الكريم وموقف الخلق منه ولماذا قلنا موقف الخلق موقف الكافرين موقف المؤمنين موقف الجن الذين آمنوا موقف شاهد من بني إسرائيل فموقف شرائح مختلف هذا الذي ذكرنا بقي أن نشير فقط إلى بعض الخصائص اللفظية الجميلة الظاهرة البادية في الصورة مثلا أسلوب القصر له حضور واضح جدا أسلوب القصر المتكون من ما النافية أو لا النافية الاستثناء المفرغ الاستثناء المفرغ الاستثناء المفرغ إما بما زائد إلا أو لا زائد إلا مثلا قوله تعالى من أول آل أو إن زائد إلا حفظك الله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أسلوب القصر وهذا يؤكد الكلام إن أتبعوا إلا ما يحاى إلي وما أنا إلا نذير مبين ما هذا إلا بشر إلا أساطير الأولين نعم ورد الكثير ألا تعبدوا إلا الله إنما العلم عند الله هذا أحصر وقصر بإنما أيضا كل أنواع القصر جاءت بإنما وبلا وبما وبإن سبحان الله العظيم إن كذلك وردت إيه إن أتبعوا إلا ما يحاى إلي ووردت بلا لا يرى إلا مساكنهم انظر إلى هذا القصر ورد بلم لم يلبثوا إلا ساعة في الآية الأخيرة سبحان الله لم يلبثوا إلا ساعة ورد بهل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر على هذا التنويع أنواع القصر بكل أدوات النفي المتاحة بما فيها هل عندما تفيد النفي هل كما تعرف أداة استفهام صحيح ولكن عندما نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أصلها ما جزاء الإحسان إلا الإحسان حتى هل الاستفهام حين تستعمل في النفي فهذا حضور مكثب ولو كنا ندرسها دراسة لكن في الاستثناء ما جاء إلا بإلا إلا هي أم أدوات الاستثناء ويأتي بها غير ويأتي سوى وحاشة إلى غل ذلك أيضا ضاخرة لفظية يعني مكثفة مكثفة عندما أقول مكثفة أستاذ محمد بالنسبة إلى الصورة يعني لها حضور قوي بالصورة جميل لكن الصورة ثلاث صفحات ونصف يعني هذا ما أقوله الآن لو كان في صورة البقرة لا يعتبروا الآن يتوزع فيها الآن يتوزع فيها لما أقول عما أنذروا معرضون عن دعائهم غافلون كانوا لهم أعداء أصلها أعداء لهم يعني التقديم والتأخير قصدك نعم تقديم الخبر على المبتدأ جيد كانوا بعبادتهم كافر أو تقديم المعمول تقديم المعمول على النعام كانوا بعبادتهم كافرين أصلها كانوا كافرين بعبادتهم وإذا تتلى عليهم آياتنا أصلها آياتنا عليهم فلا تملكون لي من الله شيئا أصلها فلا تملكون شيئا من الله لي تقديم المسند عليه على المسند صحيح وهكذا لا نطيل ومن قبله كتاب موسى ظاهرة جدا ولكل درجات مما عملوا وحاق بهم ما كانوا أصلا حاق ما كانوا يستهزئون بهم هذا الأصل اللغة على خلاف الأولى على خلاف الأولى وعلى خلاف الترتيب النحو لا نقول الأولى للأصل الأصل فهذه ظاهرة مكررة جدا ننتقل إلى آخر ظاهرة استوقفتني كثيرا وتستوقف كل واحد يتدبر فيها وردت كثير من المعاني مكررة مرتين بطريقة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أعروني ماذا خلقوا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به انظر إلى قل أرأيتم قل أرأيتم مرتين جيد يقال عن القرآن هذا سحر مبين ومرة قالوا هذا إفك قديم المشركون جيد حملته أمه كرها ووضعته كرها انظر إلى هذا التقابل يعني في غير القرآن يمكن أن يقول حملته أمه ووضعته كرها مثلا القرآن يعني بنى هذه الصورة بشيء من الازدواجه الجميلة بلغ أشده وبلغ أربعين سنة نين إني تبت إليك وإني من المسلمين ننتقل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلو ربنا هذه الازدواجية تكررت فلما رأوه عارض المستقبل أوديتهم بعدين قالوا هذا عارض منطرنا بنيت الجمل على هذه الازدواجية انظر وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ثم قال فما أغنى عنهم جمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بهذا التكرار اللافذ للانتباه انظر إلى قصة الجن فلما حضروه قالوا أنصتوه فلما قضيوا ولوا إلى قومهم فلما فلما جيد فليس بمعجز في الأرض الجن قسم كلامهم فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء بهذه الازدواجية بنيت هذه الصورة بطريقة أولم يروا إلى أن قال جل جلاله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الجواب بلا إنه على كل شيء قدر لما سألهم أليس هذا بالحق لبالا وربنا فتكرر الظاهرة لفظية يعني واضحة جدا هي من خصائصها الأسلوبية هذا الذي ونحن نحلل أسلوبا ونحلل المعاني بارك الله فيكم فضيح الشيخ دكتور وجزاكم الله خير الجزاء بسم الله نشرع الحديث في تفصيل سورة الأحقاف مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونوه للأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم مراسلة البرنامج عن طريق بريد البرنامج الالكتروني الذي يظهر على الشاشة اتباعا خلال سير الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم توقفنا عند حاميم بداية من غافر وما تلاها الآن قول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نعود ونقف فقط على ناحية الإعرابية حتى تتضح الأمور يعني لأن بالإعراب يتضحوا المعنى العلماء وقفوا وقالوا حاميم صحيح هي أحرف مقطعة من ناحية الإعرابية الأجود أن نقول هذه حاميم لأنها عنوان للصورة مثلا ما نقول تنزيل كتابي هذا تنزيل الكتابي صحيح جميل نعم فبعضهم يقول هذه حاميم مبتدأ وخبر حاميم مبتدأ لخبر المحذوب خبر المبتدأ محذوب أو حاميم المبتدأ تنزيل الكتابي الصورة كلها خبر كل الصورة حاميم هي صورة الأحقاف هذا وجه ثاني وإن كنت أنا شخصيا أفضل الأول لأنه هذه حاميم كأنه يقدمها والعرب كثيرا ما تبدأه مثل ما قلنا بلاغ أي هذا بلاغ لكن هنا نأتي إلى قضية هل الكلام غير المعروف معناه يعرب نعم المبسرون وقفوا عنده بارك الله في حتى سيباوي هو وقف وقال لأننا نستطيع فهم كلها لكن وجودها في بداية الجملة إما أن تكون مبتدأا أو خبرا فأعطى وجوها للإعراب يعني من ناحية تركيبية تركيبية البحثة أما معانيها فتأويلات وحتى الذي قلته أنا هو تأويل صوتي قلت حضور الحاء والميم في عدد من الصور هو تأويل صوتي لكن لم نقل نكرا من القول نأتي إلى الأهم وهو تنزيل الكتاب من الله العزيز هذه إعرابها أهم لماذا؟ إما نقول هذا تنزيل الكتاب مبتدأ وخبر جيد الأولى والأوفق بروح القرآن تنزيل الكتاب مبتدأ من الله العزيز الحكيم خبر وأصلت إلى هذا في صورة الجاتية لماذا؟ كأن الله تعالى يقول المسركون والمخاطبون لا يسكون في التنزيل إنما يشكون في التنزيل ممن؟ والخبر الجزء المتم الفائدة الفائدة فكأنه يقول قضية أنه تنزيل هذا أمر واقع ومعروف إذن تنزيل مبتدأ الكتاب جار ومضاف إليه فالخبر هو من الله من الله هو ربانية القرآن هو ربانية المصدر فهو الخبر وهذا أولى لأنهم يشككون لما تأتي آية بعد قل إن كان من عند الله هم يشككون إذا كان من عند الله أو ليس من عند الله وهذا أولى وهذا أولى وأرجح من الناحية الإعرابية والإعراب شطر المعنى نأتي الآن إلى الكلمة تنزيل كما تعرف مصدر تفعيل تفعيل من نزل من نزل نزل تنزيلا نعم نزل تنزيلا ولكن المقصود اسم المفعول هذا منزل من الله هو عبر بالمصدر عن اسم المفعول للمبالغة هو منزل كأنه هو التنزيل والتعبير بالمصدر أبلغ أنواع التعبير بارك الله فيك هذا المعنى الأول المعنى الثاني حاميم إنزال الكتاب لو قال إنزال الكتاب أيضا مصدر أنزل إنزالا أنزل إنزالا ووجد في آية أخرى أنزله بعلمه صح إن أنزلناه في الهاتف العدر إن أنزلناه بارك الله فيك لكن تنزيل فيها التدرد نزله فيها مبالغة وتدرد وفعلا نزله بالتدرد لمعالجة قضايا الأمم والشعوب واضح هذا المعنى فلذلك تنزيل أولى من إنزال تنزيل الكتاب من الله طبعا لفظ الجلال الله هو أعرف المعارف لما نقول الله ذو الكمال والجلال والجمال فكل ما يصدر عنه فيه كمال وجلال وجمال لما قال تنزيل الكتاب من الله كيف تتوقع أنت لو قلنا هذا كتاب يعني كما يقولون ولله المثل الأعلى يقول هذا كتاب من أستاذ لغة عربي أنت تتوقع أنه كتاب مكتوب بلغة قصيحة محكمة محكمة ليس بأخطأ يقول له قلت هذا كتاب من الجاحل أنت ماذا تتوقع لغة أعلى وأعلى وهكذا ولله المثل الأعلى تنزيل الكتاب من الله إذا كان الله الله سبحانه الله ذو الكمال والجلال كيف تتوقع كيف يكون كتابه أكمل كتاب في القرى الأرضية بالكون لذلك لا ريب به من أي جهة أتيته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبيه هذا كلام أريد أن أقول تنويه بالكتاب وإشادة به فالمنزل من الله العزيز الحكيم فيه كمال من الله فيه عزة وحكمة ومراراً قلنا العزيز هو الغالب القوي الله جل جلاله الله العزيز والقرآن اكتسب عزته من الله فهو غالب بماذا هو غالب؟ بأفكاره بمعانيه بحقائقه بأسلوبه غالب ولو استطاع غير المسلمين أن يزحزحوا هذا القرآن وأن ينالوا منه لا فعل ربما من إذا فقهنا معناها أعتقد ستساعد كذلك في فهم هذه الآية من هنا لابتداء الغاية طبعاً من أين؟ من مصد لا يمكن أن تفهم على أساسها التبعيضية من الله أنا فهمي لها كتاب صادر من الله من الله فبالتالي يحمل كلام الله صفات الله جميل هذا مولوك مثلما تقول أثار من علم هذه من التبعيضية صحيح؟ أو بيانية أو بيانية عن فرق أفرق الله فيك أنا معك لكن العلماء درجوا على أن يقولوا كتاب صادر من فلان من الله جل جلاله فهي من عند الله هذا واضح هذا أولى أنت يعني أعطيت معنا ثانياً ولا يبعد لا يبعد عن الصواب وأنا أقول لك هذا كلام الإمام البقائي البقائي لماذا لم يقل يا سيدي في غير القرآن تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم صح؟ صحيح؟ وورد كثير جيد لكن من الله إذن يحمل كثيراً من صفات رب العالمين وصفات رب العالمين الكمال والجلال واضح العزيز الله هو العزيز الغالب القاهر وقع عباده جيد هذا الكتاب والله عزته أنه يشتمل على حقائق العلم حقائق التاريخ حقائق التشريح غالب ائتني بخطأ في القرآن لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ والتركيب الحكيم كل ما فيه حكمة صادر عن رب العالمين الحكيم يعالج قضايا البشر وجميع المخلوقات يضع الأمور في نصابها إذن هذه الآية ما هي تنويه وإشادة بالكتاب براء الله وعندما قلنا المحور هو الإشادة بالقرآن وموقف الخلق منه لم نبعد عن الصواب بإذن الله براء الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض أول نقطة جملة ما خلقنا السماوات والأرض هل لها علاقة بجملة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أو حاميم كلمة حاميم لا علاقة بكلمة حاميم واشرق أما بالتنزيل نعم فالتنزيل الكتابي من الله العزيز الحكيم آيات تنزيلية وما خلقنا السماوات والأرض آيات تكوينية وهذا ديدا أن القرآن يجمع بين الآيات التنزيلية والتكوينية التي تبلو على الله الواحد القهار اذهب إلى سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيلية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بإن المؤكدة بإن المؤكدة حب ذكر الله هنا أكد بسلوب الاستثناء الاستثناء اللي هو ما خلقنا إلا بالحق القصر القصر والقصر من أدوات التوكيد القوية جدا جدا حتى بعضهم يقول أقوى من إن جيد الذي وصله في بداية الجاثية إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبثوا من دابة آيات لقوم العقلون إلى غير ذلك الذي فصل أوجزه هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما بينهما كل ما بينهما من مجرات من نجوم من شوث من هواء من أمطار كل ما بين السماوات والأرض بالحق خلقه الله بالحق ما المقصود ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق الباء هنا تسفيد الملابسة متلبسين بالحق آه متلبسين ما شاء الله عليك من هو المتلبس بالحق السماوات والأرض لا لا دقيقة نحن نحن الله الله سبحانه وتعالى أنت الآن أتيت بالحال من الفاعل منتاز هذا معنى وارد ما خلقنا نحن السماوات والأرض إلا متلبسين بالحق خلقناهما بالحق المعنى الثاني على المفعول به ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا متلبسة بالحق يعني مقرونة بالحق الحق معها يعني منذ خلقها الله لا يفترق عنها الحق يستوي هذا المعنى وذاك يستوي إذن العلماء ماذا يقولون يقول نقدر إلا متلبسة هي أو إلا متلبسنا نحن والاستهثناء يعتبرونه مفرغا من عموم الأحوال إمام أبو السعود في إرشاد العقد السليم يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في حال من الأحوال إلا حال كونها إلا خلقا متلبسا بالحق فهو يثبت أن الحق مقرون بخلق السماوات ما معنى الحق؟ الحق هو العدل هو المنطق السليم هو الصواب فهو أنت الآن بعد الشمس عن الأرض بعد المجرات عن بعضها بعد الكوى كله بالحق يعني لو تخلف الحق عن هذه الأجرام نفسد الكون كله والاختل الجاذبية التي بمقدار دقيق كل سن عنده بمقدار طيب هو قال ما خلقنا السماوات والأرض بالتوكيد اللي هو الاستثناء المفرغ بالأسلوب القصر والحصر صحيح؟ نعم وهذا لبيان التأكيد ولشدة التأكيد يؤكد أن خلق السماوات والأرض كان بالحق صحيح؟ وسيظل بالحق وسيظل بالحق كان وسيظل نعم يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم طيب أنا أفهم من ناحية التركيبية نعم إلا بالحق وإلا بأجل مسمى صحيح؟ صحيح لأن الواو هذا هو عاطفة هو عاطفة طيب بتكريري إلا يستقيم النظم واحد ممتاز هذا معنا ما خلقنا السماوات والأرض وما إلا بالحق وإلا لأجل مسمى السماوات الأرض دائمة لا تدوم إلى أن يشاء الله هذا الأجل المسمى هل هو يوم القيامة؟ نعم بارك الله نعم جمهور المبسرين يقولون إلا لأجل المسمى هو الأجل يوم القيامة حيث يفن الله السماوات والأرض ويحيي الخلق إقام جديد الأجل المسمى هو يوم القيامة لكن هو ما قال ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق ولأجل مسمى قال وأجل مسمى جيد اللام اللام أنا معك يا أستاذ انتهاء الغاية وأنت من أين أتيت بإلا الثانية الواو تدل عليها وأيضا أجل مسمى أجل مسمى يقول إلا بالحق وإلا بأجل مسمى أو إلا لأجل مسمى النحاة يقدرون مضافا محدوفا إلا بالحق وبتقدير أجل مسمى لو أتينا إلى بدون إلا التي ذكرتها هذا وجه الوجه الثاني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وبتقدير أجل مسمى تنتهي إليه لأن الكون لهو ماضي هكذا بدون انتهاء والله الظالم مرتاح السارق مرتاح الذي قتل وسفك يعني يجيد لا الأجل المسمى يدل على أن البعث حق والبعث حق إذن يدل على أن الكون هذا مبني ونعي الحق لو لم يوجد الأجل المسمى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق طيب أنت قلت أن الأجل أن الأجل المسمى هو يوم القيامة نعم طيب أحيانا أجال بعض الأجرام السماوية ينتهي وينفد قبل يوم القيامة نحن لا نتكلم عن الأجرام نتكلم عن حياة الدنيا كاملة لها أجل المسمى هو يوم القيامة لكن هو قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا لأجل مسمى صحيح نترك الحق إلا لأجل مسمى طيب هناك في الأجرام في السماوات الإنسان يا أخي الفاضل ينتهي أجله قبل يوم القيامة جميل الإنسان ممكن نجم ينفجر وينتهي أنا معك لكن بإني هذه تبقى دنيا مستمرة متى تنتهي الدنيا أبدا ويأتي تفنى أبدا ويأتي يوم القيامة هو الأجل المحدد وهناك أجل المحدد لكل شيء لكل أجل كتاب وكل شيء له أجل مسمى لكن الأجل المسمى الأكبر هو يوم القيامة الإمام الرازي وغيره يقولون هذه الآية أجل مسمى تدل على البعث قالوا كيف قال لو لم يوجد يوم القيامة لكان الظالم مرتاحا فرحا مصرورا ولا يعاقب لكان الطائع يعمل الأعمال الصالحة ولا يثاب وجود الأجل المسمى يبين أن الله خلق الخلق بالحق وهكذا ينبغي أن نفهم كأنه يقول استعدوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنكم ماضون إلى أجل ستنتهي الدنيا ويبدأ الحساب والثواب والعقاب هذا المعنى بارك الله طيب ثم يقول وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا مُعْرِضُونَ هذه جملة جديدة جملة جديدة لكن ما علاقتها بما مضى بطريقتين من ناحية النظر ما خلقنا نحن في جلالنا جل جلاله يقول السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَبِتَقْدِيلِ أَجَلٍ مُسَمَّى وَالْحَالُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا مُعْرِضُونَ وحالية يجوز أن تكون حالية هذا الوجه الأول وَالْحَالُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا وَخُوفُوا بِهِ من يوم القيامة مَعْرِضُونَ صَابُّونَ لَاهُونَ غَافِلُونَ هذا المعنى الأول المعنى الثاني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وبتقدير أجل المسمى فَالَّذِينَ آمَنُوا السيد محمد الفاء التفريعية فَالَّذِينَ آمَنُوا وَصَدَّقُوا بِالرُّسُولِ وَاتَّبَعُوا الْكُتُبِ هم مقبلون على الله وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ على زملة محذوفة متفرعة عن الكلام السابق قل لما الذي نقول الواو تدل على الفاء المتفرعة أصل الكلام إلا بالحق وبتقدير أجل المسمى يتفرع أن الذين آمنوا يكونون في الخيرات وفي المصرات والذين آمنوا يكونون معرضون واضح السيد محمد يقول وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا مُعْرِضُونَ نعم تقديم وتأخير صحيح؟ تقديم وتأخير وأنا أفكر كذلك الإنذار يكون بالشيء نعم صحيح؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْزِرُوا مَا قَلْ بِهِ مُعْرِضُونَ محذوفة للجلالة الفعل الإنذار بها وأنذر به الذين كل القرآن أنذر به ننذرون به إذن عَمَّا أُنذِرُوا به عَمَّا خُوِّفُوا به محذوفة للجلالة السياق على وهو هنا يشير إلى ماذا؟ يوم القيامة الذي أنذر به الوقوف عمم الله أنذروا بعدم الكفر بالله كل ما خوفهم الله رسول الله ورسوله منه هم معرضون عنه بارك الله وبرك هل ممكن أن نفهم عما أنذروا به المقصود به القرآن لأنه أنذرهم كذلك بالقرآن وأنذر به الذين نعم بارك الله وفيك و أنا قلت حذفها دليل على عمومها إذا عمَّا أنذروا به من وجود يوم القيامة عمَّا أنذروا به من كتاب عظيم معرضون عنه كل هذه الكلمة وربما يدل على القرآن هو الإعراض لأنهم أعرضوا عن القرآن بارك الله وفيك طيب قل أرأيتم ما تدعون من دون الله نعم قل أرأيتم يا كفار قريش نعم يا أيها الناس يا كفار قريش بارك الله وفيك أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هنا يعني يخاطبهم بأسلوب إنشاء أمري صحيح نعم يقول أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض بارك الله وفيك أولا قل دائما قل لما يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد يسر قل قل هو الله أحد قل أعوذ يلقنه قل أدى التلقين حتى عندما الميت يحتضر تقول له قل لا إله إلا وحتى لا تزعجه قل لا إله إلا أنت تلقنه الله جل جلال يلقن محمدا صلى الله عليه وسلم كيف يجادلهم الآن بدأت المناظرة أولا نوه الله بالقرآن ونوه بخلق السماوات والأرض بالحق يعني أعطى الخطوط العريضة للآيات التنزيلية والتكوينية بدأت المحاججة معهم مع المشركين كما تفضلت مع كفار مكة مع كل من يستمع هذا الخطاب قل أرأيتم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من دون ما تدعون من دون الله وهي الأسلام والآلهة المزعومة أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات على فكرة نحن في الحلقة الأولى قلت لك هذه أروني وردت مرة واحدة أنا أخطأت وردت في صورة فاطر ونسيت أن الآية فاطر أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منك هناك هناك فالله مخفر لنا أحيانا نقول ربما الواحد يقول هذه وردت مرة واحدة وتغيب جل من لا يسو وتغيب عنك الثانية نهائيا وأنا أطالع في التفسير إلا وجدت شبيها بها سبحان الله قلت لا إله إلا الإنسان كان الإنسان نسية جيد هذه الآية بناؤها عجيب قل أرأيتم أولا نفسرها أرأيتم همزة استفهامية استفهامية رأيتم الفعل رأة صحيح هل تقصد رأة البصرية أم رأة العلمية أولا ما جمهورهم يقول رأة العلمية قل أرأيتم لأنه هو يسألهم قل أرأيتم ما تدعون المفسرون والنحات وفي مقدمتهم سيبوي يقول معناها أخبروني قل أرأيتم في القرآن معناها أخبروني لماذا لأن الرؤية سبب الإخبار أنت عندما تقول لزميلي لك أرأيت ما صنع فلان يقول لك فعل كذا وفعل كذا وقدم وكتب يعني كأنك تقول له أخبرني ماذا فعل فلان جيد أرأيت تدل على الإخبار لأن الرؤية سبب الإخبار أنت لم ترى كيف تخبر فالقرآن يقول لهم أرأيتم ما تدعون ما تدعون هي الآلهة الأصنام جاءت في آية أخرى واضحة قل أرأيتم سركاءكم جاء الكلمة واضحة إذا أنت قرأت هنا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ولم تفهمها اقرأ قل أرأيتم سركاءكم الذين تدعون إذا المقصود سركاء وإن الألهة المزعومة لك لماذا قال ما تدعون ما قال ما تعبدون تدعون وتعبدون فعلا يتعاوران في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي وذكرنا ذلك في سورة تغافر أو في الصيلة بأن الدعاء يتم بمعنى العبادة وعبادة تتم الدعاء أرأيتم ما تدعون من دون الله أخبروني هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني طيب يعني لما قال أروني ربما يقول قائل قل أرأيتم معناها الرؤية البصرية لأن الله صحيح تعالى قال أروني ماذا خلقوا من الأرض آه ما يسأل الله عليك أروني هي مرادفة لأخبروني أرأيتم أخبروني أروني أعلموني حتى بكل اللغة يقول لك أريني يا أخي وأريني أروني فعل للتحدي فعل للتحدي ما قلت أخو صحيح أروني توكيد لأرأيتم من ناحية الإعرابية أستاذ محمد قل أرأيتم ما تدعون أروني ماذا خلقوا أحدهم كلمة أروني يستقيم الكلام صحيح قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض يعني توكيد لفظي آه هي توكيد لفظي ليس من نفس اللفظ توكيد لفظي لكن ليس من نفس اللفظ واضح بارك الله فيه ونستطيع حدثها تؤكد أن الكلمة الأولى معناها أخبروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا هل كل فعل أروني فيه تحدي يعني وهذا من أصول المناثرة أنت الآن إنسان يقول لك فعلت كذا وكذا تقول أريني دليلة هاتوا برهانة لكن موسى عليه السلام قال أريني أنظر إليك ذلك في مجال حسب السياق السياق يدل يعرض بأريني كيف أنظر أعلمني أما في سياق المناثرة هذا أسلوب المناثرة أروني ماذا خلقوا من الأرض أسلوب المناثرة رأى العلمية أستاذ محمد وأنت سيد العارفين تنصب مفعولا واحدا أم مفعولين ثلين العلماء قال بعضهم قال لا تنصب لأنها بمعنى أخبروني وبعضهم قال تنصبوا المفعولين أرأيتم ما تدعون ما تدعون هو المفعول به الأول ماذا خلقوا من الأرض هو المفعول الثاني وأروني مقحمة لأنها مؤكدة أنت تتحدث عن رأيتم 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 مفعولها الأول ما تدعون لأننا إذا حدفناها نعوذها أرأيتم شركاءكم صحيح في آية أخرى إذا المفعول الأول ماذا خلقوا من الأرض هذا السؤال واضح هو المفعول الثاني وأروني في الوسط مقحمة للتوكيد بارك الله هذا قوله النحاق وأروني كذلك لها مفعولين بارك الله المفعول الأول أروني ني أنا متكلمة متكلم ماذا خلقوا وهذا يسمى في نحو الإعمال أنا ما كنت حبّل دخلك الإعمال عندما يأتي عاملان على نفس المفعول يتنازعان نفس المفعول ما أعظم هذا اللسان العربي سبحان الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض آلهة الأصنام هبا العزة التي تعود خلقت شيئا في الأرض لم تخلق شيئا جيد أقرأ لي ما بعدها من بعد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أم لهم شرك أين في السماوات العلماء توقفوا كثيرا قالوا لماذا في جانب الأرض ذكر ماذا خلقوا من الأرض و في السماوات قالوا أم لهم شرك لم يقل ماذا خلقوا في السماوات لعدة أسباب السبب الأول أنهم في الأرض يرون المخلوقات صحيح كل المخلوقات الإبل الجبال على الأقل التي يعرفونها يعرفونها و يرون المخلوقات صحيح صحيح أروني أصنامكم ماذا خلقت من هذه المشاهدات التي تشاهدونها و تعرفونها جيد لو قال أروني ماذا خلقوا في السماوات جيد أين في السماوات ما حد رأى شيئا في السماوات نحن في العاصر 2020 لم نرى شيئا بعد فخاطبهم على وفق مستوهم العلمي في ذلك الزمن لو قال لهم أم ماذا خلقوا في السماوات قلوا نحن لا نشاهد شيئا في السماوات واضح قال لهم أم لهم شرك شراكة إلهية في العالم العلوي فأتى في جانب الأرض بما خلقوا لأنهم يشاهدون وأن فوأ تكون آلهتهم قد خلقت شيئا إذن من باب أولى ليس لها شرك في السماوات هذا المعنى دقيق جدا والله الإمام البقاعي صاحب الاحتباك يقول لنا لا أبعد أو لا أبعد عن الصواب إذا قلت فيها احتباك قالوا لماذا خلقوا من الأرض وهل لهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السماوات وهل خلقوا شيئا في السماوات إذن أتى بالخلق في الأرض وبالشرك في السماوات يدل على بعضهما وهذا أيضا معنى جميل وهذا الاحتباك نعم وهذا هو الاحتباك حفظك الله طيب يقول ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا هنا قبل أن أنتقل لهنا أم بارك الله بك سيد محمد أم لهم شرك منقطع منقطع حياك لأنك فهمتها لكن المشاهدي قد يسألون أنا كنت أتوقع منك هذا السؤال أم هنا منقطع إدراب انتقالي إدراب انتقالي دائما تعوض أم المنقطع كأنه يقول ماذا خلقوا في الأرض بل أم لهم شركوا في السماوات أم المنقطع نعوضها ب بل الإدرابية تفيد إدراب وزائد استفهام هذا الانتقال هو للترقي في تبكيته أولا أنتم هل خلقوا شيئا في الأرض قل لا هل لهم شركوا في السماوات يقولون لا يزيد في تبكيتهم جيد ترقى بعد ذلك إلى ما تفضل إلى الطلب يتوني بكتاب يتوني بكتاب من قبل هذا الطلب برأيك ماذا يفيد فأتوا بكتاب من عند الله تعجيز ممتاز هذا هو الكلام إذن يترقى في خطابهم وفي تبكيتهم وإفحامهم إذن هل خلقت آلهتكم شيئا في الأرض لا أحد يحير جوابا هل لهم شركوا في السماوات ترقى في إذحامهم بعد ذلك قال ائتوني بكتاب إذ لم تكن لكم أدلة عقلية منطقية أعطوني دليلا نقليا أي كتاب يقصد هنا أي كتاب بارك الله فيك كتاب معرفة أو نكرة نكرة بارك الله ائتوني بأي كتاب يشهد لكم بعبادة الأصنام نوافقكم هل التوراة أمرت بذلك؟ من قبل هذا من قبل ماذا يقصد هذا؟ من قرآن من قبل القرآن من قبل القرآن وهذا تفيد القرآن جيدا أين كلمة قرآن؟ لا فيه محذوبة الذهن والبشرين الحوار كلها عن القرآن ائتوني بكتاب من كتب الأنبياء السابقين ممن جاءوكم من قبل هذا الذي نتكلم عنه يأمركم بذلك بعبادة الأصنام وأنا أوافقكم أو أثارة من علم هنا وسع جدا وترقى البداية طلب كتاب يا سيدي نقول تدخل بعض أعطيني كتاب يتكلم يا سيدي أعطيني مسألة واحدة بس في الكتاب أثارة يعني مسألة يعني أثارة هي أقل الأثر من بقية من علم والله أثارة كما قال في ناحية أخرى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة بقية الأثارة هي بقية الأثر من أي شيء يزور نقول هذا أثارة من بقاياهم فلذلك قال ائتوني بكتاب مفصل من كتب السابقة يتحدث ويصدق ما تدعون من إلهية الأصنام يا سيدي الكريم ائتوني بأثارة من علم وبقية من علم السابقين فلم يحيض جوال كما حينما تحداهم في القرآن قال ائتوني بمثله ثم قال بعشر سور ثم قال بسورة وقال بآية حتى بسورة بأقل منها ما فيه هذا يسمى توسيع الجدال توسيع الحجة للمناظر حتى إذا وصل إلى الإقرار ضيق عليه ضيقت عليه وأفهمته بأقل شيء وبالتالي هذا أسلوب مناظر عجيب الذين يناظرون يعني يقولون هذا أسلوب مناظرة من البداية قل أرأيتم أخبروني أروني أعلمك أسلوب الحجاج من لا يعرف الحجاج يتعلم الحجاج من القرآن الكريم بعد ذلك إن لم تكن لكم أدلة عقلية فأتون بأدلة نقلية إن لم تستطعوا أن تأتوا بكتاب فأتوا بآية من كتاب أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أو هذا إلهاج إن كنتم يعني جوابها أين إن كنتم صادقين فأتوني بكتاب ففعلوا فأتوني بكتاب وهذا يسمى أسلوب الإلهاب حتى يهيجهم ولا يستطعون أن يقعدوا شيئا بارك يقول وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ هنا يعرضوا كأنه يعرضوا لهم يقول وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نعم يعرضوا لهم تقصد من لهؤلاء الذين يجادلهم جيد المخاطبين مخاطبين ما شاء الله إذن بعد دعني أربط لك بالمناسبة بعد أن فند آلهتهم المزعومة وضحظها وبيّن أنها لا تسمن ولا تغني ولا تنفع ولا تضل ولم تخلق شيئا والذي لم يخلق لا يستحق العبادة صحيح هو قال هل خلقت هل لها شرق إذن لا تستحق العبادة بعد أن فندها كما تفضل ذهب إليهم وَهَلْ ثَمَّ تَأَظْلُمُوا وَهَلْ ثَمَّ تَأَظَلُوا مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ لَهِ يستجيبوا له واضح هذا الانتقاد بعدما فند آلهتهم المزعومة راح يفند ضلالهم ويصورهم بأنهم أضلوا الضالين لو كان هناك ضالون في الدنيا هم أضلهم لماذا؟ اقرأني الآية مفضلك حتى نقف عند أصغرهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَلْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ نعم وَمَنْ أَضَلُّ طبعا أسلوب استفام صحيح وهذا الاستفام يفيد الإنكار والنف كأنه يقول لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وَهَلْ ثَمَّتَ أَضَلُّ مِنْ إِنْسَانٍ مِنْ بَشَرٍ يَدْعُوا جَمَادًا يَدْعُوا حَجَرًا لا يستجيب له إلى يوم القيامة لا يستجيب بمعنى لا يجيب لا يجيب وقلنا نحن لا يجيب ولا يستجيب بنفس المعنى الذين استجابوا لربهم أي أجابوا لا يستجيب له إلى يوم القيامة سؤال إلى تفيد انتهاء الغاية جيد وَهَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ تُجِيبُهُمْ هذا هو السؤال أنت تقول أنا أقول لك لا أجيبك إلى غد مثلا معنى بعد غد أجيبك إن شاء الله صحيح صحيح فهنا الغاية لا تفيد معنى الغاية تفيد الأبدية وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهِ إلى يوم القيامة يوم القيامة خلاص يفنى الكون كله معناه فبالتالي لن تجيبهم بعد يوم القيامة لأنها ستفنى أصلا ستفنى أصلا وعندما يحييها الله عندما يحييها الله يوم القيامة الخطاب للمؤمنين أم ليس للمؤمنين خطاب والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بيوم القيامة طبعا والصحابة والمؤمنون يؤمنون بيوم القيامة كأنه يقول لهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا وَيَسْتَغِيثُ بَأَصْنَامٍ جَمَادٍ لا تستجيب له آبادا إلى انتهاء الكون إلى يوم القيامة لأننا نؤمن بيوم القيامة غير المؤمنين كلمة أبادة تنفعهم أكثر صحيح طيب يقول وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ هُمْ تعود على من بارك الله وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الآلهة الأصنام عن دعاء الداعين الداعين العابدين وَهُمْ وَتِلْكَ الْأَصْنَامِ وَهُمْ ضَمِرْ عُقَلاء مُغِرْ عُقَلاء عُقَلاء لأنهم كان يعبدونها من دون الله ويعظمونها فأجر الله عليها ضمير العقلاء مقل وهي مقل وهي المفروض وهي وزياد عليها وهي قال وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ هذا أسلوب تحكم لأنه حتى البعض كان يعبد بشرا تنطبق مثل الذين يعبدون عيسى والذين يعبدون العزير والذين يعبدون الملائكة وَفِرْعَونَ لَهَا نَفْسَهُ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ عَبَّرَ بِضَمِيرَ الْعُقَلاء للتهكم بهم ومجاراتا لهم أيضا في الحجاج عن دعائهم أي عن عبادتهم غافلون والغفلة ما هي كما تعرف الغفلة ضد اليقظة في اللغة العربية نقول فلاء مستيقظ فلان غافل صحيح هذا يقظ وهذا غافل هم عن دعائهم غافلون بمعنى في غفلة لا ينفعونهم لا يسمعون دعائهم هذه جماد لا تتحرك فكيف تعبدنا إذن هل ثمت أضل من هؤلاء عطلوا والله عندما الواحد وللأسف الشديد نحن في العصر الحديث في عصر التكنولوجيا هناك من يعبد أشياء لا تسمعوا ألا إلى الآن لا تتكلم عن قرون سابقة يعبدوا نارا يعبدوا شيئا لا يحرك ولا ينفع ويطلبوا منه المغفرة هذا إنسان أضل منه هذا لو كان بشكل صريح لكن البعض يتخذ بعضا من الأشياء الحديثة الآن في منزلة الآلهة هو لا يعبدها لكن يقدسها يجعلها الضارة النافعة فبالتالي هيدخل في هذا الأمر يدخل بارك الله في كل سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبي يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيء إله لا يغني إله لا يخلق إله لا يتصرف لماذا أعبده ذكرني بآية قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق يا أخي الذي يستحق العبادة هو الذي خلق والذي خلق يتصرف يتصرف أنت صنعت شيء أنت تتصرف به حتى ولو صنعته صحيح فما بالك الذي خلقه فيتصرف به إذن يستحق العبادة هنا فند كل أصنامهم ومحى عنها جميع صفات العقلاء كيف وهي جماد لا تفتنفع إلى غير ذلك أحيانا الإنسان يعبد بعض الموجودات من باب إيمانه بأنها الضارة النافعة وهنا نشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار صحيح؟ صحيح فهو لا يعبده ويسجد له ويدعوه وإنما جعل هذا الدرهم وهذا الدينار هو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يعيشه وهو الذي يرزقه وهو الذي يمنعه وعطاه جميع خصائص الإلهية جيد الدرهم قديثة في أي لحظة أعطاه جميع خصائص الإلهية فلو أنه توكل على الله لك فهو بارك الله فيه فهذه الآية عظيمة جدا في الإنكار عليهم وفي ضحض الشبهات وفي تهزهم هل هناك أضل ممن يدعو حجرا لا ينفع ولا يضر أموات غير أحياء وما يسعرون أيانا يبعثون هذا كله في رأيك لزحزحتهم يقول لا ما زال يدعوهم قل أرأيتهم في بلوحك لماذا قل أرأيتهم قل أرأيتهم يا محمد حاول أن تجادلهم لعل منهم من يستيقظوا فعلا تمت من يستيقظ يقول وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ إذا حُشِّرَ النَّاسُ حين يحشرون كانوا لهم أعداء من يكون عدو الآخر بارك الله بك هذه قضية الضمائر قبل أن أقول لك ذلك انتقلنا الآن وإذا حشرنا نحن أين الآن؟ في يوم الحشر بارك الله ما الذي نقلنا من المحاججة إلى يوم الحشر؟ الغاية التي استعملها جل جل في قوله لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو قال بارك الله بك في غير القرآن وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوهُ أسمعني جيدا من لا يستجيب له أبدا نقطة وإذا حشر الناس لن يكون فيها حسن التخلص كما بارك الله هذه عظمة القرآن هو أتى بإفادة الأبدية وأتى بكلمة إلى يوم القيامة مدام ذكر يوم القيامة انتقل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء حسن التخلص من أعجب ما يقول واحد اثنين ما معنى حشر الناس؟ حفظك الله جمع جمع لكن أي جمع يوم الحشر ها بس جمع بالقوة نعم نعم أنت لما تجمع ونقول اجبع لي الطلاب مارك الله فيك في هذه القاعة مثلا كلمة واحدة تجمعهم تجمعهم تناديهم تتلطف حسيروا يقول الراغب الأسرهاني حشرا وسوقا بعنف ويوم الحشر هناك من يذهب إلى العقاب ذلك يوم التغاب ذلك يوم التغاب الحشر عندما القائد يحشر الجنود في منطقة بالقوة وإلا لا يحشر الجنود بغير قوة تزاحت السورة سيد محمد نعم ففعل الحشر ويوم المحشر الله يحشر الخلائق ويسوقهم سوقا إلى المكان وإذا حشر الناس جميع الناس جميع الناس حيات الله يعني مؤمنيهم وكافرهم جميل كل الخلائق كانوا لهم أعداء الضمير الواو الضمير الواو يعود على العابدين أم المعبودين والله العلماء والنحة يقولون يعود على الجميع كانوا وواو الجماعة كانت المعبودات أعداء للعابدين ويقولون لله يا رب تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ها العكس كانوا العابدون أعداء للمعبودات اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لذلك جاءت غامضة ومبهمة بالواوات التي تعود على العابدين والمعبودين ويتبرأ هؤلاء من هؤلاء وخصوصا العابدين سيد محمد عيسى عليه السلام عبد من دون الله ولعزير هو في الجنة بيوم القيامة من الصالحين ومن الأنبياء أما العابدون هم الذين يتضررون أكثر يقولون نحن عبدنا الحجارة وبسبابكم نحن في النار فتكون عداوتهم أكثر فأكثر للمعبودات المعبودات تتبرأ من الحجارة تقولون هل أنا طلبت منكم أن تعبدوني من دون الله لكن عداوة العابدين لها تكون أسد لذلك قالوا وكانوا بعبادتهم كافرين وهذه أولى أن تكون في حق العابدين كانوا بعبادتهم التي عبدوها إياها في الدنيا كافرين منكرين لها بارك الله فيكم والكفر يكون بالعبادة بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء بإذن الله نكمل في الحلقة القادمة سورة الأحقاف أشكركم جزيل الشكر وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحابي سورة بحول الله نلتقي الأسبوع المقبل هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل السعيد مبارك السلام عليكم أشكركم جزيل الشيخ الدكتور ترجمة نانسي قنقر